هنا اختطاف الحوثي للسفينة قبالة الحديدة اعتبرته الخارجية اليمنية انتهاكا صارخا وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه التصرفات الارهابية غير المسؤولة من قبل ميليشيات الحوثي وعدته أيضا دليلا إضافيا على خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وأيضا خطورة بقاء ميناء الحديدة القريب من خطوط الملاحة العالمية وأي منافذ بحرية تحت سيطرة الميليشيات ليس فقط على سفن دول التحالف بل على الأمن البحري العالمي أمام هذا الواقع اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الحوثي أو ميليشيات الحوثية إيرهابية وقراصنا لا يليق بهم وفقا لسلوكهم أن يكونوا طرفا أو مكونا طبيعيا في اليمن جراء طبعا انتهاكاتهم القانونية والإنسانية